إلى الموضوع التالف مع استمرار الحرب يتواصل ترديد مصطلح إصابات بالهلع وذلك في النشرات الإخبارية وعلى ألسنات الفرقة الطبية وفرق الإنقاذ التي تهرأ إلى مواقع سكوت الصواريخ أو الشضايا وفي بعض الأحيان يصل عدد المصابين بحالة الهلع في حادثة واحدة إلى العشرات فماذا نعني بهذا التعبير وما هي الأعراض للإصابة بحالة الهلع وكيف يتم التعامل مع هذا النوع من الإصابات هذه الأسئلة بغيرها نريد طرحها على ضيفنا في الستوديو الدكتور أمجد موسى وهو من دير الأسد وهو خصائي نفسي متخصص في علاج الصدمة وهو أيضا محاضر وباحث أكاديمي مساء الخير دكتور مساء الخير إلى كل جميع المستمعين شكرا لحضورك لستوديو كناة هلع الله يسعدك يا رب قبل مسألك عن قضية الهلع والأمور النفسية تأتينا من دير الأسد كيف الأحوال هناك؟ والله الوضع بالشمال كله صعب يعني بالذات في البلاد العربية الشعور العام عند المواطن في البلد العربية إنه الوضع يعني مش هلقدي هين وفيه كثير صواريخ تسقط في البلدات العربية مقارنة إحصائيا مع البلدات اليهودية المجاورة المسبة بكثير أعلى في البلدات العربية وهذا الإشي بترك شعور بالخوف والهلع هل أنت كابن دير الأسد الناس بالتعاملات اليومية في الدكان في الشارع في المؤسسات فيه خوف فيه توتر الخوف ملاحظ موجود ملاحظ موجود بين الناس بالذات لما تكون فيه سفرات انذار بالفترة الأولى لسفرات الانذار ما كان الخوف بهذه المستويات اليوم بعد ما صار فيه قتلة وسقطوا شهداء في مناطق عدي في مجد الكروم في ترشيحة أيضا في مجد الشمس في البداية فصلنا نشوف لا فيه ناس تخاف أكثر تأخذ أكثر حيطة وحذر وتنتبه أكثر لنفسها في هذا الموضوع طيب دعنا أسألك للموضوعنا ما هي الإصابة بحالة هلاء الهلاء هي حالة نفسية اللي بتكون مكونة مركبة من عدة ردود فعل في نفس الوقت يعني بشكل عام إنسان لما بصير معايا إشي طارق هو منلاقي أنه جسمه بتغير مشاعره بتتغير أفكاره بتتغير كمان نفسيته بتتغير الهلاء هي الحالة اللي ممكن كل الشغلات يصيروا مرة واحدة والإنسان يشعر بالذات أنه كل انصاره بنفس الوتيرة يعني جسمه اتغير ذات الدقات قلبه صار يحس فيه صار يصعوبه بالتنفس وبالمقابل كمان صار في عنده مشاكل من ناحية شعورية ومشاكل أيضا من ناحية فكرية إنه صار يفكر إنه إسه خلص هينهايته قربت نهايته رح يموت رح ينتهي فكل ردود الفعل كل ردود الفعل هذولا بصيروا مع الإنسان مرة واحدة لما يصيروا مرة واحدة مع الإنسان هو بصير يشعر ويغضرش يسيطر عليهم بيصل الإشي لمرحلة إنه هو فقدان السيطرة اللي هي تسمى بعلم النفس في نوبة الهلاء يعني نوبة الهلاء هي مجموعة ردود فعلية مشتبكة مع بعض اللي بيطلعوا عند الإنسان بعديه إشي معين اللي هو بيكون فيه الأشياء الفيزيولوجية والفكرية والشعورية والتصرفاتية مجتمعا مع بعض هل هذا الإشي حصري بيكون للصغار أو الكبار الرجال أو النساء أو لو ممكن الكل يصاب بهذه الحالة نوبات الهلاء هي ممكن تكون لكل الفئات الجيل وكمان أيضا للنساء والرجال على حد سواء ما في فرق بين النساء والرجال في نوبات الهلاء يعني الكل ممكن يصاب لكن الإحصائيات تتحدث أكثر أنه في إمكانية أكثر نساء يكون عند النوبات الهلاء بالإضافة لهيك لكن لما نحكي أكثر تفصيليا بردود الفعل المختلفة نجد أنه ردود فعل مختلفة أكثر عند النساء مثلا من عند الرجال مثلا أنه الإنسان لما يسيبه حالة هلع ويبطل يقدر يقوم عن الأرض منسميها حالة شلل نفسي لا يقدر يقوم يكون عنده حالة شلل نفسي إذا بيجي الطبيب يفحصه ويقول له لا لا يوجد شيء من ناحية الجسم من ناحية الجسم بس من ناحية نفسية هو يقدر يقوم يقدر يتحرك بشعر أنه لا يقدر يوقف على إجراء شعور العام شعور بالعجز شعور مش قادر إشي يحمله مش قادر ينتقل من محل لمحل يعني هو جسمه سليم جسمه سليم مئة في المئة ويصل على المستشفى في هذه الحالات وبالآخر بيطلعوهم من المستشفى أنه أنت ما عندك إشي جسماني أنت عندك إشي نفساني اللي بحاجة تكمل عن طبيب نفسي أو دكتور نفسي اللي هو ممكن عن جدي صادق في التقامل هل دكتور ممكن هذه الحالات تصيب الناس لأن عادة بصراحة نسمع عن مثل هذه الحالات في حالات إما انفجار حينما كانت تقع عمليات أو كذا أو اطلق نار أو الآن في حالة الحرب هل هذا الأمر الإصابة بحالة حلاء حصر لمثل هذه الحالات لمثل هذه الأمور ولا ممكن أنها مثلا حادث طرق يؤدي لحالة هلاء أو مثلا ممكن شخص يشاهد حادث قدامه حريق أو ما ليس سبب حرب أو كذا شو الإشي في إمكانيات عدي لحالات الهلاء أو النوبات الهلاء نسميها أو الحطة المصطلح الألم الأكثر هو إتراب بنوبات الهلاء هون الإشي ممكن يكون هو نابع من إشي عيني يعني أنه في حرب صارت في حادث طرق في إشي صار طبعا بالحرب الإمكانيات أكثر لحدة الحوادث المتعاقبة وكثرتها بس كمان ممكن نشوف أنه هذه النقطة ممكن كمان تكون مش علاقة لإشي عيني يعني ممكن تصير بشكل عام يعني مع الإنسان أنه سمع صفارة انذار صار يطور إتراب نوبة الهلاء على صفارة الانذار لحالها أو ممكن بس يسمع الصوت بس يسمع الصوت لحاله يبطل يقدر يقوم يقدر يتحرك لحظة شخص من هالنوع اللي بتوصفه شرط أنه كان شاهد على حدث مؤلم بسبب صفارة الانذار يعني شاف سقوط صاروخ أو شاف مصابين ولا مجرد أنه بسمع عن هذه الأمور وسمع صفارة الانذار حالة الهلاء ممكن يكون شاف أشياء بس فيه كمان ممكن أنه من غير ما يشوف يعني إمكانيات الثانتين وردات إذا بتسألني السؤال مين أكتر معرض اللي يصير عنده نوبات الهلاء هنا ناس بكون فيه عندهم منسميها استعدادية وراثية يعني فيه عنده مبنى جسمه بتقبل أكتر نوبات الهلاء من غيره وناس اللي ما فيه عندهم كمان قدرات مواجهة وناس بتطلعوا أكتر على الشغلات اللي هي أكتر بتحدن بتوصلن لمرحلة عدم السيطرة يعني بصير يركز أكتر أنه نفسه مش غادر يسيطر عليه فبصير يركز في عدم سيطرته على نفسه فهذول الناس باستعدادية أكتر من غير ان تصير عنده النوبات الهلاء هنا فيه نقطة كتير مهمة يبطل حتى يسترجع يطلع من البيت في ساعة معينة وفي الشيشة ما فيه بالمرة بسو وصل لمرحلة التوبة هلاء وصل لمرحلة حتى صير عنده زي رهاب من الاشتراك بأي شيء دكتور وين الخط الفاصل ما بين خوف طبيعي إن صح التعبير وما بين حالة هلاء التي تحتاج تدخل أو مساعدة نفسية خلينا من البيت الآن بسمعك شخص مثلا من دار الأسد أو من البيعنة أو من مجد الكرون بقولك أنا بعد اللي شفته بعد اللي صار بديش أطلع من الضال إذا علي إشي ضروري بروح بقضي خمس دكايك وبرجع بس ديش أطلع من الضال هل هذا حالة هلاء ولا احتياط زائد ولا خوف طبيعي كيف لأمور تنفذ خلينا بدأ أحللها تحليل نفسي عميك شوي بس ببداية بدأ أحلل الخوف وانت بكون طبيعي وانت بكون طبيعي وبدا أحكي على الترابعة حتى الخوف قبل ما صلى لها إذا صار عندي حدث اليوم لحد 48 ساعة بشكل عام أنا بطلع على مشاعر الخوف أو القلق أو الشغلات تربط بردود الفعل حتى الخوف عبرت عنه بالمرحلة الأولى طبيعي بصل لمرحلة لأنه بعد فترة أصير أقول عنه أنه ليس طبيعي بس إذا اجتمعوا كلهم مرة واحدة الأفكار والمشاعر والتصرفات والفيزيولوجية مع بعض مرة واحدة مرة واحدة حسيت جسمي بطلت أستطيع سيطر عليه صار دقاءات قلب بطلت أقدر أتحكم في ردة فعلي الجسمية صارت أشوف التنفسي مش غادر أبسك نفسي ها بلحث مش عم بقدر أبسك نفسي بنفس الوقت عم بتيجي براس أفكار أنه خلص انتهت حياتي بنفس الوقت عم بحس زي جسمي عم بنمل عم بحس أنه كمان أنا عم بخاف أزيد من كيف لازم أخاف يعني هنا صار في عندي بالأول اضطراب بردود الفعل كلها مشتركة مع بعض وبالإضافة له النقطة الصعبة جدا أنه الإشي بيستمر لفترة يعني مش دغر بنتي يعني ممكن إنسان يفوت في حالي من هذا النوع لثواني طويلة أو حتى لدقائي فهو يصل لمرحلة من بط يقدر يقوم عن الأرض بيصير بده حتى واحد يطمن يقول أنت ملكاش إشي أنت في وضع منيح إلى أي مدى التواقم الطبية عندها المقدرة على التفريق الدكتور لأنك ذكرت أنه ممكن يجو على موقع لحد الشخص مش قادر يكون بس هو مش مصاب إلى أي مدى التواقم الطبية التي هي ليست طواقم طبية نفسية بالأساس تواقم إنقاط تواقم طب طباء مسعفين كيف لديها تأهيل أو معرفين أنها تميز أنها إصابة حلاء أو الشيء نفسي مش جسمي بشكل عام المنقذين لا يأخذوا مخاطرة في هذا الموضوع فأخذوهم بشكل مباشر على المستشفى في المستشفى يتم التمييز ويحكو لهم أنه لدي حلاء حلاء هنا هناك نقطة أريد أن أشير لها من العياد لدي كان شخص الذي كان كل الوقت عندما يأخذه على المستشفى لا يقتنع حتى بكلام الدكاترة ويقول لي لا أنا لدي شيء في قلبي لدي شيء كثير سعب أريد أن فحص بعد إضافة أريد دكتور قلبي يشوفني فهو يحاول كل الوقت لا يصدق حتى الدكاترة ويحكو ويحاول دايما يصل لمرحلة يصير يقول فيه إيش عنده بجسمه الآن إذا شخص نقلوا للمستشفى شو الإجراءات اللي بتكون فيها هناك غير إنهم بيخبروه مثل ما حضرتك ذكرت إنه أنك عندك حالة هلع لهذا الإشي مش جسمي إنه العلاج مش طبي ببعنى طبي وإنما هو ممكن يكون نفسه شو الإجراءات اللي بعملوها دكتور بعملوا فحصات العادية اللي بتصل للمستشفى من ضغط من ضغط لفحص عام للجسم إذا فيه في محلات اللي فيها جروف في ردود في أي إشي صار بالجسم لفحص عام إذا بلاقوا إنه الفحص العام المتغيرات الفيزيولوجية كلها بشكل طبيعي من دقات القلب لكل شي عنده هو في المنتظم بشكل طبيعي هو بيكون الاستنتاج أكثر فيه بيكون شغلات أكثر نفسية واتجاه أكثر نفسي بيكون بالحالة والتوجيه بيكون توجيه نفسي في المرحلة إنه في عندك إشي نفسي اللي ممكن تتابع مع كوبات حليم تبعتك عن طريقة توجيه لأخصائي نفسي اللي ممكن جد يساعدك في نصائحك يعني دكتور لشخص عنده حدا بالعالة كبيرة أو صغيرة وصيب بحالة هلع كيف يتعامل معه خاصة في الساعات الأولى بعد تحريره من المستشفى لأنه كيف أنت شرحت أنه الساعات الأولى هي يعني حاسمة أو مؤثرة لما سيأتي بعد ذلك مهم جدا في المرحلة الأولى نحاول قدر الإمكان نعطيه مجال يفتفض ويطلع الشغلات اللي في داخله وحتى لو بدوش يحكي حتى لو بدوش يحكي رح أحكيها بس بالأول لو بكون في ناس اللي عندي الرغبة بالحكي أنه أنا كثير كثير توجعت كثير كثير ادايقات كثير حسيت قلبي يروح حسيت أنه بدي يصير معي إشي إسا بدأ أنشال بدأ بطل أقدر أركز بشو بصير معاي مهم أعطي شعور أنك أنت كاذب أو لتحكي مش مظبوط أو أنك بتزيد أو بتزيد أو أنت بتبالغ فيها لأنه إذا منحكي له هيا كيف يصير ردة فعل العكسية أنه أنا مش ببالغ هذا أنا وحتى هن مش صادقين أنا بدي أفرجيكم قديش وضع صعب وأقولكم قديش أنا جسميا صعب هاي المرحلة الأولى مرحلة أنا بسميها يعني احتواء قدر الإمكان المرحلة الثانية وهي الأهم أنه بالوقت الإنسان فيها عم برتاح ورتاح أنه بشكل عام رجع له ثلاث شغلات مع بعض الشغلة الأولى أنه رجع سيطرته على نفسه أنت تحكم في دقات قلبك أنت تحكم في تنفسك عن طريق أنك حط إيدك عم تسمع دقات قلبك طبيعية أنت تحكم بنفسك عن طريق أنت تطلع من ثمك هواء بالطريقة التي تشوفها مناسبة أنت تتحكم في الأشي ليس شو بتحكم فيك يعني أنت في مرحلة هادية أنت تهدي نفسك أكتر تعلم معي أنفخ لبرا ثلاث مرات بخلي ينفخ معي فهو شو بصير فيه عم بصير فعلا عم بهدأ من ناحية جسمية وهو بصير يشعر بالإشي وأنا بصير أفوض فراسه أنه هاي شغلات أنت بتقدر تعملها بالإضافة لهيك النقطة الثانية اللي أنا بعملها بحاول أربط فراسه من ناحية فكرية شغلات حلوة في دخل البيت بشكل عام مثل مثلا زاوية مريحة في البيت طلع على هاي زاوية أنت بترتاح فكر مثلا في الخزان أو في الرف اللي عندك عليه الكتب اللي أنت بتحبه فأنا بعطيه الشغلات اللي هو يفكر فيها اللي هي مصدر راحة له مش العكس يعني بشكل عام الإنسان اللي بصير عنده حالات هلعة بصير يربط فراسه شغلات في البيت اللي بتزيد له حالات الهلعة يعني هاي الزاوية أنا فيها سمعت الصفارة الانذار بهاي الزاوية أنا خفت أنا شو عم بعمل بعمل إشو عكسي أنا عم بعمله بقول له بهاي الزاوية أنت خفت أنتشركز فيها وإذا كان ولد صغير ممكن أن يفكر لألعابه أو لغرفته أو لسريره أو لحسوبه كذا مية في المية أنا إذا بكون ولد صغير سيتهوين جدا أن أوصله لمرحلة أنه يقتنع فيه الشغلات أكتر من الكبير الكبير يعني هو تركيزه بيصير في الإشي اللي بيخوفه فبصير كل وقت يطلع لي الصغير هوين أنه نعمله بلغتنا أنه إشي اللي يكون أهون أنك أنت ما تركز على الإشي اللي هنا بخوفك ركز على الإشي اللي بتحبه بدي أنتهز فرصة ظهورك في هذه الحرب يعني فيه بلاد مش مثل دير الأسد ومنطقة الشغور اللي فيها سفرات تقريبا بشكل يومي في بلاد أبعد مثلا منطقة المثلث تسفرات يعني ممكن مرة بالأسبوع أقل أكثر ولكن أيضا مثلا في يوم الهجوم الإيراني صوت الانفجارات اللي سمع بشكل قوي حتى في هذه المنطقة أدى إلى حالة خوف لدى الأطفال مثلا طفل أو طفلة في جيل المرحلة الابتدائية اللي بعد الهجوم الإيراني بعد ما سمع صوت الانفجارات صار يطلب ينام عند أهله صار يشوفوا بالليل يتسلل ما يقول لها بينهم بحكي على صف رابع خامس ممكن سادس أو أكثر أو أقل كيف الأهل لازم يتصرفوا الولد كثير خاف في هذه الليلة كان يرجف كان يعني يطلع على عائلته وواضح الخوف في حيني التغييرات التصرفاتية اللي بتكون زي كيف حضرتك يعني لوحظت أو حكيت إنه الولد انتقل ينام عند أهله صار بالليل يصحى صار يصحى وينتقل هنا فيه تغيير كثير كبير صار عند الولد شو الأهل لازم يعمل الدكتور بالمرحلة الأولى لازم نشتغل لتهديته قبل ما ينام يعني أنا نصيحتي للأهل إنه الأم أو الأب يصلوا للسرير تبع الولد يحاولوا يهدوء قبل ما ينام ويحاولوا يربطوا بذهنه شغلات اللي ممكن إذا صحة اللي ممكن يترايحوا في داخل غرفته يعني من غير مينتل يعني أنا بدي حاول قدر الإمكان بالإضافة لي فيه إمكانيات كثيرة كمان أنه ولد من هالشكل بسبب كيف طرحت أنه في منطقة المثلث ممكن سفارة انذار مرة بال مرة بال مش زي بالشمال بالشمال فيه أكثر سفارات انذار فتصير فيه إشي يسموه استقرار وهمي هذا الاستقرار وهمي كمان خاطئ يعني بتصير زي لأولاد تعوذت عليها بين هسين فتبطل تأخذ كل سفارة بالجدية ممكن سفارة انذار اليوم بالمثلث تنتخذ بجدية أكثر والأولاد يأخذوها بأكثر في حسبان لأن هناك في أكثر تعوذ بس التعوذ كمان مرة حكيته مش تعوذ صح تعوذ مش صحيح عاصر الحرب كيف كان يسمها حرب العراق الثاني في التسعينات تسعينات واحد وليوم هو المفروض في الأربعينات عمره حينما يسمع صوت صفارة الانذار يعود للحظات لمشاهد وهو طفل اللي كان يخاف منها ويشعر بنفس شعور الخوف هذا الشعور بيكون ناتج حتى في صفارة يوم الذكرى اللي تطلق في البلاد بسبب الحرب بسبب ذكرى قتلى الحرب من الجيش الإسرائيلي لما يسمع هذه الصفارة رأسا ذهنه يعود فيه لتلك الأيام صحيح لأنه بيكون الإنسان في مرحلة معينة عنده الصدمات السابقة بعدها يتأثر عليه هناك هذا الإنسان ممكن ما أخذ الدعم ولا العلاج النفسي اللي كان لازم يقضب هذه الفترة فظل موجود في داخله في نفسيته فبالجأ لإله كمان مرة لما يعود بذاكرته للحدث من جديد فبصير في عنده كمان منسميها تراكمية بالصدمات الصدمات اللي تتراكم شوي شوي وبصير كل مرة هل هو بحاجة لعلاج دكتور؟ بحاجة لعلاج إذا بيكون الإشي عن جد عن بيأثر عليه بهذه المرحلة لأنه بشكل عام كيف يصنع إذا بيزعجوا فقط بشعور بنزعجوا وليس أكثر منك ما يأثرش على إذا بنزعجوا بعبر عن انزعاجوا سأتي في إمكانية نقول أنه في إمكانية غضعنا بس السؤال إذا كوم هذه الشيء في داخله وصار إشيء إضافي بعدين في المستقبل منلاقي الأشياء كلها بتتراكم وبتتكوم عليه وبتصير منها نفسية عليه أصعب فممكن يصير عنده حالة النقبات أشكرك لديك الوقت سنوني هذه المقابلة ولكن الموضوع يعني يطول أشكرك على حضورك لستوديو قناة لدكتور أمجد موسى ابن دير الأسد أنت خصائي نفسي متخصص في علاج الصدمة ومحاضرة وبحث أكاديمي شكرا شكرا إليك شكرا إليك مشاهدونا والمشاهدات العزاء فاصل ونعود